التقى الفريق أول محمد زكي القادة العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد وتموين وذلك بحضور الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العام للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أسليب تطوير القوات المسلحة ومسؤوليتها الوطنية للحفاظ على الأمن القومي المصري التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أسليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك بحضور الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة تنول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأسليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته كما استعرض عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات كما ألقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الكفاءة المدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023 وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتفقد معرضا لهيئة الإمداد والتموين والذي عكس مدى التطوير الذي تشهده هيئة الإمداد والتموين بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه اشتركوا في القناة